موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية أهلا بكم أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبداللاطف الميراوي اليوم حرص الوزارة على التعامل مع ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بفعالية مع العمل على حماية حقوقهم ومستقبلهم الأكاديمي من خلال حلول عملية تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم وقال السيد الميراوي في معرض جوابه على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين إننا ضمن استشراف الحلول الممكنة لمعالجة وطعية هؤلاء الطلبة قامت الوزارة بعقد لقاءة مكثفة مع شبكة عماداء كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بكل من القطاع العمومي والخاص وكذا مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة فيما يخص الطب البيطري والتوبورافية في خبرنا خرف المكتب الوطني للمطارات بأن المملكة استقبلت مليونين ومائتين وثمانية وعشرين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرين مسافراً عبر واحد وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثين رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من سابع فبراير أي من اليوم الأول لاستناف حركة النقل الجوي الدولي إلى غاية الحادي والثلاثين من مارس الماضي تجتمع الولايات المتحدة اليوم في ألمانيا مع حوالي أربعين دولة حليفة بغيات توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة روسيا فيما حذرت موسكو من خطر حقيقي لنشوب حرب عالمية ثالثة وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترة غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية لوح وزير الخارجية الروسي سيرغ لافروف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي إلى ذلك قال الكريملين اليوم الثلاثين مدينة ماريوبولا الأوكرانية لمحاصرة تم تحريرها وأنه لا توجد عمليات عسكرية جارية هناك وذلك في تناقض مباشر مع رواية كييف للأحداث وذكر الكريملين أن بوتن أبلغ الرئيس التركي رجل تيبردوغان في مكالمة أنه يتعين على كييف تحمل المسؤولية عن الأشخاص المتحصنين في مصنع أزوفيستال للصلب في ماريوبول ودعوة المقاتلين هناك إلى إلقاء السلح قالت المتحددة باسم المفواضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المفواضية تتوقع فرار نحو 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام في تعديل لتوقعاتها السابقة وتوقعت الأمم المتحدة أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين 8.3 مليون مقابل أكثر من 5.2 ملايين حاليا قتل أربعة أشخاص سيطر انفجار عبوة ناسفة في جامعة كاراتشي بباكستان بينهم ثلاثة صينيين وجرح آخرون وفق ما أفادت به مصالح الشرطة بالمدينة وذكر بيان للشرطة اليوم أن انفجار سيارة بالقرب من معهد صيني بجامعة كاراتشي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة صينيين كانوا عائدين من مركز إدارة الأعمال بالجامعة نهاية المجاز تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدون على موقعنا الإلكتروني إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر